تبدل الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك رؤساء ومراء الدول العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار هذا وقد بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بمزيد من الرقي والرخاء ترجمة نانسي قنقر